موسيقى أيها سيدات والسادة حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في أضواء الأحداث والذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن والذي نتابع فيه العراق عودة التحالفات الطائفية أفغانستان النيتو يراجع حساباتك اتفق اتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نوري المالكي والاتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على الاندماج تحت اسم التحالف الوطني وقال مسلول اتلافين انهما سيدخلان البرلمان العراقي الجديد في تكتل واحد يتكون من 159 نائبا من أصل 325 نائبا يتكون منها البرلمان وهو ما يقل بأربعة مقائد عن العدد اللازم للأغلبية البصيرة وقد أجل قادة التحالف الجديد البتة في اختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة إلى مرحلة لاحقة وأشاروا إلى أن التحالف السياسي العراقي الجديد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان في جلسته الأولى لثين المقبل وإلى المحكمة الاتحادية لتوثيق هذا التحالف الجديد لإضاءة على هذه الأحداث بمزيد من النقاش والتحليل معنا في الستوديو دكتور مثنى عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية سابقا في بغداد وسينضم إلينا نظير الخزرجي الكاتب المحل السياسي عبر الهاتف من لندن فيامر حمبيك دكتور مثنى دكتور مثنى في البداية هل التحالف الذي جمع بين الحكيم والمالكي هو عودة إلى التحالفات الطائفية التي كانت سمة يعني بارزة في انتخابات 2005 بالحقيقة هو ليس عودة إلى التحالفات الطائفية وإنما أنه التحالفات الطائفية هي موجودة أصلا ولو تنتهي أطلاقا وما تمت الحديث عنه عن أنها هذه التحالفات قد انتهت وتم تطعيمها برموز من طواعف أخرى ومن تيارات علمانية بالحقيقة ما زالت وبقت هذه القوائم هي قوائم عبارة عن اتحادات طائفية وليست قوائم وطنية فليس من المنطقة ومن المعقول أن نطلق على قائمة أسست في خارج العراق لأهداف طائفية ومولت وتم تدريب عناصرها وهي معروفة جدا بأن هذه قائمة طائفية ليس من المنطقي أين تقصد يعني خارج العراق؟ أنا أقصد بأن القوائم الطائفية التي شكلتها أحزاب أسست أساسا في إيران وتم تدريبها وتمويلها وإدخالها إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي لا يمكن أن نطلق عليها قوائم مطنية بمجرد أنه تم تطعيمها بسين أو صاد من الآخرين كيف لنا أن نتحدث عن قوائم أهدرة الدم الدم العراقي وسلبة الأموال باسم الطائفة والطائفة منها براء كل المجتمعات فيها طوائف لكننا نتحدث عن الطائفة السياسية عندما تكون هناك طائفة سياسية وتؤكد على أنها هي مسؤولة عن عامة الطائفة والطائفة هذه التي مسؤولة عنها هي تموت من الجوع ووصل عدد نسبتهم إلى الشعب العراقي التي أغالبيتهم من هذه الطائفة إلى سبعة ملايين تحت خط الفقر لا يمكن أن نسميها قوائم وطنية أو قوائم علمانية وحتى القوائم العلمانية لنأتي على قائمة أياد علاوي ونتذكر جيدا بأن أقطاب هذه العملية هناك قطب طائفي هو طارق الهاشمي كان أمين عام لحزب طائفي فكيف بين ليلة وضحاها؟ لكن قائمة علاوي أخف من هذا التكتل قائمة علاوي وصفت بأنها من أكثر القوائم اتزانا علمانية تضم كافة الأطراف في السنة كلهم اندمجوا فيها هذا صحيح لكن أنا أيضا كانت هناك جبهة التوافق العراقية التي اندمج فيها كل السنة وهي قائمة طائفية نحن عندما نتحدث ونقول اتحادات طائفية وليست قوائم أنا أقول عندما هذه القوائم تدعو إلى الخيمة العراقية الواحدة نقول عند ذلك أن هذه قوائم وطنية لكنها عندما تبقى فتش لي عن القائمة دولة القانون فتش لي عنها بعض واحد بسيط من الطائفة الأخرى وفتش لي عن لا فيها دولة القانون فيها من السنة أنا أتحدث عن حزب الدعوة لو فتشت في حزب الدعوة فلن تجد فيه من الطائفة الأخرى ولو فتشت في حزب المجلس العلا لن تجد فيه من الطائفة الأخرى أنا أحيلك على موضوع أساسي قانون الأحزاب التركية قانون الأحزاب التركية لا يوافق على الحزب ينجح في الانتخابات إذا لم يحصل نسبة محددة في كل محافظات تركيا إذن عندما تنظر إلى قائمة دولة القانون أو الإتلاف الوطني العراقي تجد بأن هناك جزء من العراق فازت فيه هذا القائمة وعندما تنظر إلى قائمة الأياد علاوي أيضا تجد فيه النسبة الكبيرة من جزء محدد هذه ليست قوائم طاقة بكل حول من المفترض أن ينضم إلينا في الستوديو ممثل حزب الدعوة في بريطانيا لكن أرحب بالأستاذ نظير خز رجي الكاتب المحلل السياسي مساء الخير أهلا وسهلا حياكم الله أستاذ نظير في البداية كيف قرأتم هذا التحالف الجديد الاتحاد الوطني هل هو عودة لترسيخ الطائفية هل صنع في إيران ما قرأتك لما حدث في الواقع التحالف الجديد الذي حصل هو في تصور تحالف مجبر عليه الطرفان يعني ليست هناك قناعة لا لدى كتة الاتلاف العراقي الموحد أو الوطني ولا لدولة القانون ولكن هناك نوع من السياق الانتخابي أو السياق الاستحقاق الانتخابي هو الذي أجبرهما على أن يتآلف لتشكيل الحكومة ولكن هناك من يقول أن إيران هي التي أجبرتهما ساد نظير لا الواقع أنا لا أتحدث عن إيران الواقع الانتخابي أو الاستحقاق الانتخاب العراق هو الذي أجبرهما على التحالف لأن هناك نوع من الشرخ ما بين الاتلافين وليس هناك فرض من إيران لأن الوضع لا يساعد دولة القانون ولا يساعد دولة الاتلاف أن ينفردها في تشكيل حكومة ولابد أن يكون هناك نوع من الاتحاد الاتلاف العراقي الموحد لا يجب نفسهما على قائمة علاوي هل هذا الكلام الذي تتفضل به سيد نظير هو مؤشر على هشاشة هذا التحالف وربما ينهار بأي لحظة؟ لا أشكى بذلك أنا أؤيد هذا الرأي صراحة الاتلاف الذي أقيمه الآن هو أقيمه على عجل وأقيمه أخوك مضطر لا بطل وإنما كما أقول أن الواقع الانتخابي هو الذي أجبرهما على ذلك وإلا هناك مثلا على شراء التيار الصدري لا ينظر إلى قامة علاوي وإلى قامة المالكي ولا قامة الجعفري ولا قامة أخرى وإلى قامة الملسل على ينظر إليهم نظرة واحدة أنهم جاءوا على دبابة أمريكية وأنهم عملاء للأمريكان وأنه يتحالف معه لا كمضطر لا كإرادة والتيارصة ينظر إلىهم جميعا بهذه النظرة وللتالي هذا الاتلاف هو اتلاف مضطر إليه الطرفان طيب أبقى معي سيد نظير دكتور مثنى مجموعة هذا التحالف ومئة وتسعة وخمسين مقاعد هم بحاجة إلى أربعة مقاعد أخرى إلى أن سيتجهون هل سيتجهون إلى الكرد الذين أعلنوا بأنهم سيستقبلون وسيقبلون بأي مرشح كائنا من كان عن هذا التحالف الجديد هل سيتوجهون ولا في أطراف أخرى هذا صحيح هم الذين هناك خيارات كثيرة بالحق خيار التحالف الكردستاني واللي سمعنا أنه تصريحات قادة دائما يقول نحن مع علاقة تاريخية مع الإتلاف الوطني ولدينا معهم حوارات ولندنا فممكن أنه وأصرحوا هم أصلا قالوا في حالة حصول هكذا تحالفها وهكذا إتلاف سوف ننضم إليه لكن أيضا هناك الأحزاب الصغيرة التي موجودة في البرلمان مستعد استعداد تام على بيع أصواتها للإتلاف نعم بيع أصواتها إلى هذا التحالف الجديد وأول هؤلاء هم جبهة التوافق العراقية والتي ماشت الحكومة وماشت الإتلاف في كل إجراءاتهم التعسفية التي صدرت قبل الانتخابات والتي همشت البعض والتي شتتت البعض والتي اشتثت البعض لكن البعض يقول بأن جبهة التوافق العراقية كانت هي الخاسر الأكبر هي كانت الخاسر الأكبر لذلك حاليا هناك بعض التسريبات تؤكد على شيء واساسي أنه انضموا إلينا لنعطيكم منصب رئاسة البلمان مجددا فهذا اليوم في العراق يا أخي العزيز اليوم في العراق أنه صفقة يتم التعامل مع كل شيء اليوم بمفهوم الصفقة كم سوف تعطيني وكم سوف أعطيني أعطيني وأخذ هذا هو لذلك هم يمارسون ضغط فعال على الأحزاب الصغيرة وخصوصا الأحزاب التي كان لها وجود فاعل في الدورة البرلمانية السابقة واليوم خسرت لذلك فليس لها من مجال آخر ومن طريقة للآخر إلا بالدخول إلى هذا الاتلاف الجديد سيد نظير نحن رأينا بالتصريحات متضاربة سواء كان للدكتور أياد علاوي سواء كان للحكومة الحالية الآن بالأمس قال الدكتور أياد علاوي بأنه بصدر تشكيل الحكومة وبأنه يفعل مشاورات من أجل تشكيل الحكومة اليوم هناك تحالف جديد الآن أيهما نصدق وكل المشكلة بأنه يعتمد على الدستور بشكل أو بآخر في الواقع إذا لاحظنا أنه الوقت القامة العراقية عندما ذهب للمرجع الديني السيستاني كان ينتظر منه أن يعطي رأيه في المادة 76 لكن السيد السيستاني قال رأيه أنه ما قالت به المحكمة الدستورية وما قالت به المحكمة الاتحادية هو رأيه الذي يجب أن يسود في العراق بالتالي الكترة الأكبر هي الكترة الحديثة التي تشكلت أمس هي التي ينبغي أن تشكل الحكومة أما الكترة القامة العراقية لا تستطيع أن تعتمد على الدستور لكن الطرفين يعتمد على الدستور سادة نضية ولكن المحكمة الاتحادية هي التي تصل في ذلك والمحكمة الاتحادية هي التي قالت فيها وحون أحب أن أقول شيء بأنه حول الخاسر أكبر في الانتخابات في الواقع ليس جمع التوافقية الخاسر أكبر في الانتخابات لذ offers things兒 الخاسر الأكبر في حيث العدد المقاعد هو المجلس العلا مجلس العلا حصل في هذه الانتخابات فقط 7 مقاعد من سبعين اللي هو الاتحاد من ثلاثين و خمفة و عشرين هو عدد مقاعد المجلس كله أما جاء التوافق حصل على ثمين مقاعد فهي أفضل حظة من المجلس العالم طيب شكرا جزيلا لكم الأسادة نظير الخزرجي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بريطانيا من لندن شكرا جزيلا لكم دكتور مثنى أولا ما ملامح الصفقة بين كل من المالكي والحكي ملامح الصفقة هم و بالحقيقة أصبحوا أمام خيار لا خيار عنه وهو أنه الضغوط الأقليمية و الضغوط الإيرانية بالذات هي التي أجبرتهم لو رجعت قليلا إلى الوراء قبل إعلان تحالفهم ليس إعلان الإسم ليوم أمس وإنما إعلان التحالف كل المراقبين السياسيين كانوا يظنون و يشكون بعدم اتقاء القائمتين لما رشح عن هذه القائمتين من شتائم و من تخوين و من غيرها كان مستحيل كل المراقبين أكدوا على ذلك لكنهم فاجأوا كافة المراقبين بموضوع تحالفهم هذه المفاجأة هم ليسوا مختارين فيها اليوم المالكي والمجلس الأعلى هم في حرب الضرورة و ليس حرب الاختيار حرب الاختيار أنت كنت تذهب إلى حرب الاختيار و أنت مختار لكن حرب الضرورة اليوم هم الذين يخوضونها اليوم لذلك إيران عندما ضغطت ضغطت فجأة و اجتمعوا فجأة و أعلنوا هذا اليوم عندما أقترب أقترب موعد انعقاد البللمان الجديد الأثنين المقبل الأثنين المقبل أصبحوا أمام خيار لا آخر له و هو أنه يجب أن يدخلوا إلى البللمان و هم تحت مسمى واحد لأتحاد الوطني لكي يقطعوا الطريق على الآخرين أمام هذا لكنه ما هي المصلحة في هذا الموضوع هو بالحقيقة مصلحة طائفية صرفة الموضوع كله يصب في مضحة لكن من جهة الأخرى يعني التحالف الوطني الذي جمع الحكيم و المالكي الآن القائمة العراقية صرح أياد على الله و اليوم بأنها سيكون لها دور فاعل و رئيسي في جسد برلمان المقبل في الأثنين كيف ذلك؟ و خلاص الضرب ضرب والهرب هرب يعني الخيارات المطروحة حول هذا الموضوع لو رجعت إلى تصريحات القادة الكرد و خصوصا جلال الطالباني جلال الطالباني هو مرشح إلى منصب رئاسة الجمهورية فهم يعتقدون بأنه دخول جلال الطالباني إلى هذا الموضوع وهو الذي صرح بأنه سيكلف القائمة العراقية في موضوع تشكيل الوزارة هناك خيارات يا أما تكلف القائمة العراقية و القائمة العراقية حتى لو كلفته و أنا أعتقد بأنه لو تركوا القائمة العراقية لتدعي بإمكانية تشكيلها أنا أعتقد كان ذلك حسنا لسبب الرئيسي واحد أنه القائمة العراقية لن تستطيع أن تجد من تتحالف معه لا وجود لمن تتحالف معه لكن كان هناك حديث حتى مع المجلس الأعلى و كلهم يعني كان هناك حديث وهو علاقة سيدة أياد علاوي بعمر الحكيم علاقة قوية و سمعنا المديح والغزل ما بين الأثنين لكنه أرجع إلى تصريح عمار الحكيم قبل يوم أمس قال بصريح العبارة نحن من نشكل رئاسة الوزارة نحن من نشكل رئاسة الوزارة يعني كيف من نحن يعني كيف من الذي يقصده من نحن يعني يقصد به الإتلاف وأنا أحيلك أيضا إلى شيء آخر خير الله البصري عضو إتلاف دولة القانون يتحدث عن هذا الموضوع عن إمكانية تكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة أن الإتلافين اتفق على أن يكون مرشح منصب رئاسة الوزراء حصنا فيهما وعندما يسأل وما موقف العراقية يقول عندما تكلف العراقية في البلمان حينئت سيمتنع الإتلافين عن الحضور والمشاركة هذا كلام مين عفوا؟ هذا كلام خير الله البصري أو اتلاف دولة القانون إذن عندهم أمام خيار واحد يأما تشكلوا نحن الذين نشكل الحكومة يأما في حالة دعوة غيرنا لتشكيل الحكومة سوف لن نحضر وسوف لن نشارك في هذه الطبخة يعني الآن علاوي سيخرج صفر اليدين؟ ستتم مع علاوي علاوي لو نظرت إلى تصريحاته حال فوزه كانت تأخذ سقفا عاليا من الطموحات ومن الإرادات وكان يهاجم إيران بشكل فاضح لكن عندما اقتنع تماما وعندما ذهب القادة في تظاهر إلى إيران القادة السياسيون الذين تم انتخاب حج أكبر صار إلى إيران حس وهو السياسي بأن دور إيران لا يمكن تجاوزه لذلك أرسل وفد أو طلب من الإيرانيين دعوة وفد من القائمة العراقية وذهب وذهب رافع العيساوي إلى هناك وعندما ذهب رافع العيساوي تم تعامل معه باستعلاء وقالوا له بالحرف الواحد أنتم قائمة سنية ونحن مع الاتلاف في تشكيل الحكومة وهي قائمة ليست سنية فيها اتلاف كله علماني كله هي قائمة ليست سنية ولكن لا تستيقى لكن عفوا هنا في نقطة الآن من المعادلة كل هذه المعمى العرب الذين دعموا دكتور أياد علاوي لأن أينهم دعموه حتى بعض مراقبين ماليا واقتصاديا وكثير منهم دول خليجية لأن ما موقفهم الآن ما الذي سيفعلونه في الحقيقة العرب عندما دعموا أياد علاوي لم يدعموه لسواد عينيه أو لسواد عيني الشعب العراقي دعموه بعد أن مارست عليهم الولايات المتحدة الضغوط بدعم أياد علاوي عندما شعر العرب بأن التأثير الإيراني الحالي في العراق هو التأثير رقم واحد ويأتي بعده التأثير الأمريكي ماذا سوف يصنع ونحول هذا الموضوع لذلك نرى بأن الموضوع أخذ أبعاد أخرى هناك احتمالات أخرى أنه في الحقيقة سوف يتم الضغط على أياد علاوي من قبل الجهات العربية التي دعمته بالقبول بمناصب ضغط أمريكي تقصد ضغط أمريكي بمناصب أخرى لكي تسير العملية وفقا ما هو مقررا لها وبعدين مطروح حاليا أنه نحن نعطيك مناصب سياسية أخرى سيادية قسما منها مقابل أن تتخلى عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع هو من حصة الائتلاف أو التحالف الوطني ما سمي بالتحالف الوطني الحالي نعم أنا أعتقد بأن الأيام القادمة في حالة تشكيل الحكومة من الائتلاف أو من التحالف الوطني ما يسمى بالتحالف الوطني حالي سوف تتسرب عناصر قيادية من القائمة العراقية وتقبل بمناصب أخرى نعم ولنا تجربة كبيرة في هذا الموضوع عندما طلبت جبهة التوافق العراقية من عناصرها الانسحاب من الحكومة قسم من الوزراء قالوا نفضل المنصب الحكومي على المنصب الحزبي طيب اسمح لي أن أرحب معنا دكتور محمد علي الناصري ممثل حزب الدعوة في بريطانيا يا مرهام بيك الحمد لله سلامتك يعني في البداية أولا ما ملامح الصفقة التي جمعت بين المالكي والحكيم لتشكيل التحالف الوطن بلا أشكال أن العلاقة بين الاتلاف الوطني وحزب الدعوة ودولة القانون هي علاقة قديمة ويعني هناك تجربة طويلة بين الاثنين وبالتالي يعني ما خرج من هذا الحوار بين الاتجاهات المتعددة هو بالحقيقة استمرار لهذه العلاقة القديمة والراسخ قد تكون هناك نقاط اختلاف من ناحية التنظيمية من ناحية البرنامج من حيث الأولويات ولكن هذا لا يغير شيئا هناك لكن ألا تعتقد الكثير من المراقبين يرون بأن هذا هو عودة لتكريس وتحالف طائفي بامتياز كما حدث بانتخابات 2005 لا أعتقد ذلك الواقع العراقي بطبيعته يعني واقع يجب أن نتحرك في إطاره العراق فيه تعددية قومية في عرب وفي كرد وفي تركمان وفي أقليات العراق فيه أيضا تعددية دينية وتعددية مذهبية وهذه التعدديات الموجودة هي في الواقع يعني فعل اجتماعي موجود قائم هناك شعار رفع قبل الانتخابات تحالفات سياسية كل الجهات السياسية رفعت شعارا وطنيا الخروج من المحاصصة وإعطاء الأولوية للشعار العراقي الوطني وطبعا عملية تطبيق هذا الشعار هي عملية اجتماعية وليست قرارا سياسيا مفردا أعتقد أن اتهام هذه الجهة بأنها جهة شيعية واتهام الجهة الأخرى بأنها جهة سنية لكن التحالف الوطني هو جهة شيعية بامتياز لا فيها طبعا فيها جهات أخرى فيها من أخواننا السنة فيها من الأكراد وأيضا وهذا جزء مهم جدا الحكومة القادمة التي سوف تتشكل إن شاء الله سوف تكون فيها جوانب دكتور مثلنا فيها أطراف سنة تمام ما الذي يؤدي إلى توجيه النقد بشكل كبير عليها وطالما أنها حكومة ليست طائفية أنا أقول بأن الأحزاب التي تتكون منها هذه القوائم هي أحزاب طائفية صرفة أما عندما نتحدث ونقول اليوم تلاف دولة القانون أصبح غير شيعي والمجلس الأعلى أصبح غير شيعي لسبب أنه انضم فلان الفلاني وفلان الفلاني من الغربية أو من بغداد أو من اديالة الذي ينتمي إلى السنة فأنا أعتقد بأن هذا لا يمكن أن ينزع الثوب الطائفي عن الأحزاب التي هي أساسا أحزاب تقوم على مرجعية دينية طائفية أنتما عندما نتحدث عن مرجعية حزب الدعوة الذي ينتمي إلى الطائفة الذي ينتمي ويأخذ توجيهاته من المرجعية الدينية الشيعية وكذلك المجلس الأعلى لا يمكن أن نطلق عليها كيف أنتم تردون سيدي على ما قيل بأن هذا التحالف الوطني صنع في إيران طبعا هذا الكلام له جهة وله جهة مقابلة عندما نتحدث عن أن حزب الدعوة يتألف من الشيع ولكنه يفتح أبوابه لأخواننا السنة هذا في الواقع انعكاس للواقع الاجتماعي لا نستطيع أن ننكر أن هناك كرد وبالتالي يجب أن تستوفى حقوقهم ولا نستطيع أن ننكر أن هناك أغلبية شيعية في العراق وبالتالي تؤلف حزبا أو تؤلف جماعة هو حق مشروع لها وهذا لا يعني طائفية وبالتالي القائمة العراقية أيضا مؤلفة من أغلبية 95% أو 90% واحتضرات في جوانحها سنة أغلبهم ومع ذلك هم ينفون عن أنفسهم هذه القضية ويقولون أننا قائمة وطنية نحن نقبل بالنواية إنما الأعمال تبدأ بالنواية أما قضية إيران وأن هذه القائمة شكلت في إيران وهذه القائمة شكلت في المملكة السعودية وفي تركيا فهذا كلام الحكم فيه هو الشعب العراقي الشعب العراقي هو الذي يحكم على المسألة الطائفية نحن نرفض خصوصا في إطار حزب الدعوة الإسلامية حزب معتدل أقمنا علاقات تاريخية مع إخواننا من جميع الطوائف العراقية بما فيهم الحزب الإسلامي وغيرهم وما زالت لنا علاقات مع الكرد وهي علاقات استراتيجية ونؤمن بذلك ونربي أجيالنا على هذه المفاهيم الواسعة الوسطية المعتدلة ولا نلقي بالتهم هكذا على الآخرين دكتور مثنى الآن في التشكيل الحكومة المقبلة من المزمع إنشاؤها طالما أن أياد علاوي طبعا مستبعد حتى المالكي هناك بحسب ما قال الكثير من المراقبين حضوضه ضئيلة فيما يتعلق برئاسة حكومة المقبلة الدور الأمريكي ضغوط الأمريكية أين الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يحدث في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لو نظرت إلى الأربع سنوات المنصرمة ستجد بأن تأثير الولايات المتحدة والتأثير الإيراني هو عملية كاروفر أرجع إلى موضوع الاتفاقية الأمنية الأمريكية العراقية جاهدت إيران على منعها لكن النفوذ الأمريكي فرضها أرجع إلى موضوع الاشتثاث بالقوائم قبل الانتخابات جاهد الأمريكان لمنع هذا القرار وجاء بايدن ورجع أخاوي ليش؟ لأنه التأثير الإيراني كان أقوى في هذا الموضوع لذلك سوف يبقى العراق في الحقيقة ما بين هذين تأثيرين هناك عملية جر الحبل ما بينه كل من يحاول أن يسحب من يستطيع سحبه إلى تأثيره لكنه عموما الولايات المتحدة الأمريكية أصبح تأثيرها في العراق تأثير ثانوي وتقدم التأثير الإيراني على التأثير الأمريكي دكتور يعني هذه النقطة التي ذكرها الدكتور مثنى إلى أي حد يعتمد أن الأمن والمستقبل الحكومة العراقية يعتمد على شخصية رئيس الوزراء المقبل هل هذا يعتمد على شخصية الوزراء المقبل ولا على اصطفاف الكل؟ نحن نؤمن بأن هناك حركة سياسية وهذه الحركة السياسية تقوم على مبادئ منها الديمقراطية واحترام رأي الناخب العراقي لكن هذا أصبحت فيها نظر عندما فاز دكتور أياد علاوي وبعدها لم يأخذ بمن غلب في هذه هذا غير صحيح أيضا يجب أن نميز بين مفهومين المفهوم الأول أن يكون الدكتور علاوي هو الذي سيشكل الحكومة ولنتركه يذهب إلى البرلمان مثلا سوف لن يتمكن من تشكيل الحكومة لأنه لن يحقق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة هذا المفهوم الأول نحن لا نؤمن به نؤمن أن هناك أغلبية تتألف من تكتلات أخرى أما مفهوم المشاركة في السلطة وفي الحكم فهو مفتوح للجميع ونعتقد أن جميع التيارات التي حققت نجاحا في البرلمان العراقي ولها ممثلون في البرلمان العراقي يحق لهم ويجب دعوتهم إلى إقامة نظام ديمقراطي يقوم على أساس المشاركة ورفض المحاصصة والطائفية سنتظر بكل أحوال ما ستسفر عنه الاجتماع الأول البرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد علي الناصري ممثل حزب الدعوة في بريطانيا وشكر موصول أيضا لدكتور مثنى عبدالله أستاذ علوم السياسية في جماعة المستنصرية سابقا في بغداد مشاهدي كرام فاصل قصير ولنتابع بعده أفغانستان الناتو يراجع حساباته ونعود إن شاء الله أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته إلى واشنطن أنه لن ينكر أبدا حق اليهود بالأرض الأمر الذي اعتبرته فصائل فلسطينية سقوطا سياسيا غير مسبوك قالت صحيفة هانتسا الإسرائيلية إن محمود عباس اجتمع في واشنطن مع نحو ثلاثين زعيما يهوديا من منظمات مختلفة مثل آيباك ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى اتفق اتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهي ولايته نور المالكي والإتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على الاندماج تحت اسم التحالف الوطني انتقدت صحف بريطانية موقف باراك أوباما من شركة بريتش بيتروليوم المالكة للبئر النفطي المتضررة في خليج المكسيك والمتسببة في كارثة بيئية غير مسبوغة قال الخبر البريطاني أليستر كروك في مقاله بصحيفة نويورك تايمز الأمريكية إن نظام الرئيس مبارك حريص على المشاركة الفعالة في حصار غزة مقابل موافقة أمريكية على سيناريو التوريث تظهر العشرات من الحقوقيين في مصر أمام مراكز الشرطة بالإسكندرية للمطالبة بتقديم عناصب من الشرطة للمحاكمة لقتلهم المواطن خالد محمد سعيد تحت التعذيب حذر رئيس وزراء اليابان الجديد ناوتو كان من أن بلاده معرضة لانهيار بسبب الارتفاع الحاد لمديونيتها سعد سعر النفط ليتجاوز 76 دولارا للبرميل بعد أنباء عن ارتفاع الصادرة الصينية وتعديل وكلة الطاقة الدولية لتوقعاتها بزيادة نمو الطلب العالمي على النفط من جديد يا مرحبا بكم أقرى حلف شمال الألتصير اليوم الجمعة بأنه لم يسجل سوى تقدم محدود في أفغانستان بسبب مقاومة حركة طالبان في حين دعى وزير الدفاع الأمريكي روبرت سيغيتس إلى التحلي بالصبر قبل وضع حصيلة الاستراتيجية الجديدة لمكافحة مواصفها بحركة التمرد الطالبانية واعتبر وزراء الدفاع الدول العضاء أن الحلفة الأطلسية في بيان عاقبة اجتماع دام يومين في بروكسل أن العمليات التي تنفذها في أفغانستان تسجل تقدما محدودا فيما يتعلق بتوسيع نطاق نفوذ الحكومة الأفغانية وتحسين الوضع السياسي لطالبان من جهة أخرى قتل أربعون شخصا على الأقل في هجوم على حفلة زفافي لأحد يقارب مسؤول بارز في شرطة مديرات أرغن داب في ولاية قندهار جنوب أفغانستان ونفى الناطق باسم حركة طالبان الملة يوسف أحمدي وقوف الحركة وراء الهجوء لليضاء على هذا الموضوع بمزيد من النقاش والتحليل معنا في الستوديو باري مارستون ناطق باسم الخارجية البريطانية وسينضم إلينا من إسلام أباد الكاتب المحلل السياسي أحمد موفق زيدان فيامر حام بيك سيد باري شكرا سيد باري أولا ما صحة الأنباء التي تحدثت عن استهداف لديبيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ومحاولة إحباط لعملية اغتيال كانت طالبا تخطط لها لا تزال هناك بعض الضبابية حول هذه الأحداث وستحتاج إلى إجراء تحقيق قامل في خلافياتها ولكن عموما بريطانيا عندما تكون هناك مثل هذه الزيارات عالية المستوي هناك احتياطات عاملية كثيرة ولكن حسب بعض التقارير في هذه المناسبة كانت هناك أخبار عن زيارة شخص على المستوى بدون الأطراف المطورة كانت تعرف من التعرف الذي يقف ورها لكن أليست رسالة قوية لحركة طالبان باستهداف رجل مهم بحجم رئيس الوزراء البريطاني في زيارة غير معلنة أليست قوة واختراقا استخباراتيا لها؟ نعرف التحديات جيدا وما هو مهم أن هذه المحاولة فشلت تماما ولكن نعم علينا أن نتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تجنب مثل هذه الهجمات لكن عموما الطالبان تستهدف المواطنين تستهدف الحكومة الأفغانية من أين تستقي معلوماتها؟ هذا الأمر سيحتاج إلى تحقيق كامل لكن تعودنا بعد الشيء من خلال السنوات الماضية لمحاولات الطالبان للقيام بعمليات ظاهرة وبارزة من أجل تماما استمرار وجودها هذا ليس استراتيجية من أجل الاستلاع على الحكم بل محاولات إدعائية لكشف وجودها ما هي الرسالة التي فهمتموها من هذه المحاولة أنتم كبريطانيين؟ الشيء الأخطر في مثل هذه الحجمات هو الضرر السيء جدا للمواطنين الأفغان الذين في كثير من الأحيان هم الذين يقفون في طريق هذه الحجمات الأشوائية فالضحية الأبرز هو الشعب الأفغاني نفسه ولذلك بريطاني ملتزم الاستمرار بهذه الجهود من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان طبعا هذه المحاولة عقبت رفضا من قبل ديفيد كاميرو الرئيس الوزراء البريطاني طلبا أمريكيا من أجل إعادة وزيادة عدد القوات البريطانية المتواجدة التي يقدر عددها بحوالي 10 ألاف جندي بريطانيا تمركزون أغلبهم 8 ألاف في هلمند لماذا رفضتم الطلب لأمريك؟ هناك بعض سوى التفاهم في هذه القضية سؤل ديفيد كاميرو عن إمكانية مزيد من القوات من قبل وصائل الإعلام وهو قال ليس هناك أي إمكانية للمزيد من القوات هذا ليس بناءنا للطلب مباشر من الولايات المتحدة بل بيل جيتس وزير خارجي الولايات المتحدة النفسي أشار رحب بعدد القوات البريطانية والالتزامات البريطانية وقال إن البريطانية تحملت أكثر من حقها من المسؤوليات من خلال السنوات الماضية يعني الولايات المتحدة الأرضة بالجهود البريطانية لكن نريد أن نفهم ما هي الاستراتيجية التي تتبناها الآن حكومة الاتلاف البريطانية للتعامل مع الوضع الصعب والمر التي تعيشه كل حلف الناتو والآن هناك اجتماع اليوم انتهى لحلف الناتو قال نجاحاتنا هي نجاحات محدودة برغم كل القوة العسكرية الطاغية هناك لكن كلها تتكسر أمام طالبا ما هي استراتيجيتكم الآن أنتو؟ نعم التحديات والصعوبات لا تزال كبيرة جدا ولكن الأولوية من خلال مثلا الثلاثة سنوات المقبلة هي تحيئة الظروف من أجل تسليم المسؤوليات إلا القوات والمؤسسات الأفغانية لأن يوم بعد يوم تلك القوات تكسب المزيد من الخبرات والتجارب لأن في كثير من المناطق بطريقة فعالة هي تحت مسؤولية أفغانية بحثة هناك وجود القوات الأجنبية ولكن أكثر وأكثر هي القوات الأفغانية نفسها لأن تتخذ المسؤوليات القيادية واللوجيستية والتي هي مخترقة حتى باعترافكم هناك تحديات كبيرة من هذا المنطلق نعم حققنا كثيرا فيما يخص التضريب وغيره ولكن تحتاج إلى المزيد من المصاعدة المزيد من التدريب والمزيد من التجهيز من أجل أن تكون على مستوى التحديات ونتمنى من خلال تقريبا أن الصانتين المقبلتين الظروف تكون متوفرة من أجل أن القوات الأفغانية تتحمل جميع هذه المسؤوليات الكاميرون قال أريد بالحرف أن أضمن أن يكون الشعب البريطاني على الطلاع بكل ما يجري في أفغانستان هل بالفعل الشعب البريطاني يعلم بكل ما يجري في أفغانستان للقوات البريطانية هناك وقوات حلف النيتو؟ من خلال الشهور الماضية تدريجيا كان هناك المزيد من الشفافية خصوصا في ظل القلق المتنامي من قبل مواتنين بريطانيين جاء وضع في أفغانستان وصعوبات التي القوات البريطانية كانت تواجهها لذلك نعم الشفافية والمزيد من المعلومات للمواتنين في بريطانيا والناس عموما هذا شيء مبدأ مهم جدا فنصع من عجل ذلك القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي الجنرال الأمريكي سليم مكريستل قال بشكل صريح بأن ما نحققه هو تقدم محدود جدا جدا هذا القائد الأعلى ألا يؤشر بأن ما يحدث الآن في أفغانستان من عمليات عسكرية ومن أيضا الآن هناك تأجيل لعملية قندهار وفشل في هلمند ألا يؤشر بأن كل العمليات وكل وجود لا معنى له على الإطلاق ولا تحققون شيء من أهدافكم وأنتم جزء من حلف النيتو صقف التموحات من خلال الشهور الماضية كانت عالية جدا خصوصا مع الزيادة الكبيرة لعدد القوات الأمريكية ولذلك كانت هناك المزيد من المواجهات المزيد من التصادم مع قوات الطالبان ولذلك من الطبيعية أن تكون هناك تحديات والسعوبات كثيرة نتيجة لهذه المواجهات العنيفة لماذا أن حلف النيتو لا يريد الاعتراف بفشله باري؟ لأنه لم نفشل نعم هناك سعوبات ولكن الطالبان ليست بوضع تسمعها للاستطلاع الحكم للعودة إلا للسلطة في أربع مليون أفغاني تحت سيطرة طالبان وهذا باعتراف النيتو أربع مليون أفغاني تحت سيطرة ما هي استراتيجيتكم أنتم لتعامل ليست تحت سيطرة لكن متعرض لدغوط من الطالبان الطالبان تحاول ترعب المواطنين تدريجيا حتى في منطقة صعبة جداً مثل هلمند كانت هناك نجاحات مهمة من أجل بسط سيطرة أفغانية على جميع المناطق وبعد العمليات الأسكرية تمحيد الطريق من أجل ععادة البناء فتح دكاكين ععادة المستشفيات والمدارس وغيرها حتى في مدينة مثل صنغين في واحد من أصعب المناطق في كل أفغانستان حتى القائد الأعلى للقوات سلم كريستل قال بأنه يجب علينا يقصد حلب شمال أطلسي أن نكسب ثقة السكان المحليين والسكان المحليون بشكل أو بآخرهم يدعمون طالبان من أين تأتي؟ كيف تقاتل؟ وكيف تحدث هذه الخسائر الفادحة في صفوف؟ في عدد 34 قتيل من حلف النتو خلال أسبوع أو عشرة أيام هناك اختلاف جوهري ما بين الدعم للطالبان والخوف من الطالبان وحسب جميع الاستطلاعات الأغلبية الكبرى من الشعب الأفغاني هم لا يريدون العودة للطالبان طبعاً هم لا يحبوا أن تكون هناك قوات أجنبية متواجدة في عراضهم لكن أكثرهم يأيدوا استمرار وجود قوات أجنبية طالما أنهم في حاجة ليها لأنهم يخافون من الطالبان طيب تريدون حواراً مع طالبان؟ ليس مسؤولية الحكومة البريطانية التفاوض من أجل الحكومة الأفغانية مع طالبان أو أي طرف آخر نحن نرفض الحوار مباشرةً مع طالبان ولكن من حق الحكومة الأفغانية الشرعية التفاوض من من تريد وهذا من الممكن أن تشمل بعض الأناصر تستطيع التفاوض مع طالبان؟ الحكومة الأفغانية لا تأمن على حماية قصرها ليو جرق منذ يومين ثلاثة وأقيل وزير الأمن ووزير الداخلية لأن هناك اختراق أمني وصار هناك قصف فكيف تستطيع الحكومة الأفغانية الحوار مع طالبان؟ تدريجياً المؤسسات المحلية والدولية هي تكسب المزيد من الخبرات والقدرات من أجل بسط نفوذهم في تلك المناطق الصعبة ليس هناك أي حل أسكري بحث لهذه التعديات بل هناك دور أساسي للمصالحة والجدود من أجل ضم تلك الصفوف في جميع الفئات إلا العملية الدمقراطية حتى عناصر التي كانت قريبة للطالبان في السابق مع أن الطرف الآخر يريد يحواراً مع من اسموهم المعتدلين في طالبان وأنتم تعلمون بأنه لا يوجد معتدل في طالبان كلهم صف واحد لكن المقصود أن طالبان وضعت شرطاً أساسياً هو الخروج قوات الاحتلال يعني اطلعوا من البلد نتحاور ما تطلعون تتحملون النتائج وتطلعون رغماً عن أنفكم هكذا يخلون يعني لا نتكلم عن المعتدلين ولكن طبعاً هناك اختلاف من القاهدة وطالبان ولا نريد أن نجرم شخص مواطن أفغاني كان يقاتل أو ينضم إلا صفوفه طالبان ولكن في نفس الوقت ليس لديه أي علاقة مع جماعة مثل القاعدة أو لا يؤمن بأفكار القاعدة بل هناك إمكانية من عجل أنه يعود إلا حياته الطبيعية يتخذ دور إيجابي في إعادة بناء أفغانستان ولكن هذا تحت مسؤولية الحكومة الأفغانية ولا يمكن الحكومة البريطانية تدخل في هذه الشيئ سيد مارستو ندي سؤالين أريد إختصاراً إجابة منك أولاً هل هناك بوادر خلاف بينكم وبين الولايات المتحدة الأمريكية بالذات بعد تولي القيادة الأمريكية القيادة في هلمند التي تحوي 8000 جندي بريطاني هل هناك بوادر خلاف بينكم أبداً ليس هناك أي صعوبة في هذه القيادة المزدوجة لأننا تعاوننا في كل من أفغانستان والأراق وغيرها لتعاون مع بعضنا البعض تحت قيادة البعض فهذا لا يعطي صعوبة بالنسبة لنا سؤال الأخير هل أنتم مقتنعون بأنكم تسيرون سيد باري مارستون في الاتجاه الصحيح في التعامل مع أفغانستان؟ الصعوبات كبيرة ومثل ما أنا ذكرتها الجوانب العسكرية ليست الجوانب الأهمة في هذه القضية بل علينا ننظر إلى الجوانب المرتبطة بالمصالحة قضايا اقتصادية اجتماعية تنموية وإنسانية وغيرها لأن حتى ولو الطالبان اختفت غدا نتكلم عن واحد من أفقر البلدان في العالم وهي ستحتاج إلى مصاعدات إنسانية ليس فقط من خلال السنة المقبلة بل لسنوات طويلة بريطانيا ملتزمة لتعاون مع أفغانستان ومساعدتها طالما هي في حاجة إلا هذه المصاعدات برغم رفضكم من زيادة عدد القوات البريطانية فيها لا نتكلم عن القوات نتكلم عن مصاعدات إنسانية تنموية هذه المصاعدات ستستمر بريطانيا ملتزمة بذلك شكرا جزيلا لكم باري مارسن الناطق باسم الخارجية البريطانية شكرا جزيلا لكم كما أشكركم مشاهديك كرام على حسن متابعتكم من تحت حلقة اليوم من أضواء الأحداث طيبتم وأطابة أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة